لجأت جدة بوليفيا إلى رياضة ركوب الدراجات بعد أن فقدت ابنها سعيا لجمع شتات نفسها والآن تشارك في سباق سكايريس أو سباق السماء على طريق إلى قمم جبال الأنديز يعرف باسم طريق الموت نظرا لخطورته الشديدة لنشاهد معا قد لا يكون طريق الموت الشهير في بوليفيا مكانا تتوقع أن ترى فيه جدة في السبعين من عمرها على دراجة ويمتد الطريق الذي يعرف بأنه أخطر الطرق في العالم صعودا من غابات الأراضي المنخفضة إلى قمم جبال الأنديز التي يعلوها الجليد ويصل إلى ارتفاع يتجاوز ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين مترا ورحى الآلاف على الأرجح ضحية لهذا الطريق الوعر الذي تتنوع المصاعب التي قد تواجه سالكيه بين الضباب والأمطار والانهيارات الصخرية والمنحدرات الحادة لكن بالنسبة للجدة البوليفية ميرتا مونيوث كانت المشاركة في سباق سكايريس أو سباق السماء للدراجات على هذا الطريق قرارا منطقيا يتناسب مع هواية تمارسها منذ سنوات وبدأت مونيوث ممارسة رياضة ركوب الدراجات استجابة لنصيحة من عائلتها وطبيبها النفسي بعد وفاة ابنها فجأة وذكرت أن الطبيب قال لها إن الدراجة قد تساعدها في تخطي ألمها وجمع شتات نفسها وتقول مونيوث وهي من مؤسسي ذلك السباق إنها تستمتع بركوب الدراجات مع أحفادها الستة وتتمنى أن يحذو أكبرهم البالغ من العمر 18 عاما حذوها في مواصلة ركوب الدراجات